كمان بهدف الحب وبهدف محاربة العنف ضد النساء لحنا نحكي عن إيفنت عم بيصير للمرة الأولى بلبنان من نوعه وهو One Billion Rising إيفنت نعمل لأنه سيدة من أصل ثلاث سيدات حول العالم تتعرض بحياتها ولو مرة إلى العنف ولمنهضة العنف ضد السيدات في إيفنت تحت هالعنوان لنحن نخل تفاصيل ونجوفنا لهن جونالين بنياز موسي وهي لايف كوتش وميرا ناصيف وهي اختصاص على ديركشون أرتيستيك من الألبب جيدا مرحبا ميرا صباح الخير أهلا وسهلا بك جونالين تتعرض للمرة الأولى لتتعرض للمرة الأولى لماذا تتخلص هذا السلوغان؟ the break the chain dance is actually the dance, the anthem the national anthem of the break Halloween 1 Billion Rising我觉得 Okay So it's a dance that everybody in the world is dancing so we just wine it to join in collectively in Lebanon to do the dance It's a symbolic way of protesting arising what's is it about? Yes, One Billion Rising is a collective call to action. It's a single-day global action which is happening today where it's saying that there's one out of three women will be beaten or raped in her lifetime, and so that is one billion women and girls. One billion, therefore, is a symbolic number. And so these call to action of one billion women rising all over the world to raise awareness عن ضرورة ضرورة الانتباه لذلك هي محاولة التي يحدث لنشر التوعية حول هذا الموضوع بالذات بالعالم ميرا قلت لك أنت بستوكولم وسمعت عن One Billion Rising مضبوط كيف شو صار معك؟ سمعت من رفقاتي بالسويد وصرت عم شوف أنه فتت على الانترنت لأنه في الوебسايت onebillionrising.org وتشوف إذا في شيء عم بيصير باللبنان أو بالبلاد العربية وزعلت لأنه شفت أنه ما في شيء ونحن باللبنان يعني بالنسبة لإلي منا بس عم نرتفع كرمال لبنان لأن نحن لبنان هو انترنتشنل لبنان عم نرتفع كرمال لبنان كرمال سوريا كرمال مصر كرمال كل العالم العربي وكل الناس الموجودة في لبنان اللي هي عن جد شو عملت شو الأكشن اللي عملت قامت يعني انتصلت برفقاتي تشوف إذا ممكن يصير في شيء لسوق الحز الجمعيات في لبنان كانوا مشغولين ببروغرامات كانوا عاملين ونغير فقلت أنه أنا يعني بخدها كإنيسياتيف من نفسي وجميع جروب أصحاب كرمال تنعمل هيدا الشي واتوصلت على لبنان هيدا اللي بلشته وانا وعم بشتغل بهيدا الموضوع بلتقى عبر فيسبوك بجونالين والجروب اللي هي كانت مبلشته واندمجنا سوا لأنه بنهية نحنا عم نرتفع كرمال زيت الكوز قلت أنه أكيد إذا كنا جروب أكبر كلمة أحسن كلمة بنقدر نرتفع أكتر ونوصي المساج بطريقة أحسن فتعرفنا بعض لذا جونالين كلمة تستخدمت فيسبوك لتتحصل كل هذه الناس نعم وإيمايض لعبائل لأخبار لإيجاب لإمكانك من المتحدث مع المساجرات التي تقوم بها فقط 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 أنا أحصل لمقصة اشتركوا في القناة 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 وسمارت موب الفلاش موب هو عادا كرميل تنفاجئ الناس يعني ما منكون جروب معين صغير هو اللي عم بيشتغل على الموضوع وبيجي وبيفاجئ الناس بس السمارت موب هي دعوة لكل الشعب تيجي يشارك كرميل كوز معينة يعني منا بس مفاجئة لأنه إذا أنا اليوم منزلت عملت فلاش موب بهذا الموضوع يمكن غيرك إن لح يكون حابة بيكون موجود فأنا وقت أكون عم بوزع مع هاد الانفرميشن للكل بكون عم بدأ الناس كان متى تجي تعمل كمان تشارك بهذا الموضوع كانت عم تقول للجونالين أنه حتشارك لينا خوري معكم المخرجة والكاتبي لينا خوري اللي كانت كمان يعني عملت مسرحية أخدت ضجة كتير بلبنان وانحضرت كتير لأنه كانت تعلق أكتر شي بالسيدات وكمان بارت منها كان حول العنف ضد السيدات شو رح يكون دورة اللي لنا؟ هي اللي حتكون عم تمثل دور المرأة بلبنان كمان كشخصية معروفة بلبنان لأنه نحنا كنا حبين أكيد وجود كذا شخص جربنا ندعي كذا ناس هي جيوة بيت معنا ونحنا منتشكرها كتير وهي لح تكون عم تمثل دور المرأة العربية لأنه كمان مثل ما قلتلك نحنا لبنان عم بيمثل العالم العربي كله فمنتشكرها كتير مرة تانية لكن بس لنا لح تكون موجودة لمدة 15 دقيقة مظبوط يعني من هذه قبل هي لح تكون عم تعمل المونولوغ وبعدين أكيد لح تكون موجودة معنا لأنه هي سمارت موبليوم في ناس رح تكون عم ترقص بس في ناس رح تكون حاملة يفتات كمان ونحنا حبين حتى اللي مش عارف ما بيعرف الرأسة ينزلوا يكون موجود معنا حتى لو تحرك بيناتنا تحركوا رأسوا وتحرر بيناتنا طبعا هذا منهم مطلوب يكون شيء يعني محترف ورأسنين يكونوا محترفين فحتى الناس رح تنزل وشو اللي أفتات رح تحمل مساجات الرسية؟ متل ما اللي كانوا عم يقطعوا قبل شوية هي عم نقول ليش اليوم أنا عم برتفع كل واحد فيه يأخذ ورأة صغيرة يكتب أنا عم برتفع لأنه أنا عم برتفع لأنه نعم 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 لماذا تنبع للبانون أن يكونوا بحقين بلادين جوناليين أعتقد أن كل مدين يجب أن يكونوا بحقين إنه مضانية ومعنية ومعنية مقرر كابتك Nou نعم أ되는 المسلم، المثالة والمجدين من أخيار الوضع الدهوار؟ في بضع المنطقة نعم، المنطقة 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 في بضع المنطقة يعني فيكتوري أيضاً مجرد لكن تقول لجونالين إنه كلنا معانيين حتى بلبنان معانيين بمناهد العنف ضد النساء، وطبعاً كلنا من وفاق الرائي من هيك لبنان مهم كمان إنه يكون مشترك مثل بقية بلاد العالم. سؤال أخير راميرا أي ساعة عم تدعو العالم على أسواق بيروت الليلة؟ على ستة ونوش عاشية. من فضل أكيد الناس توصل على ستة ونوش لأنه هي بنهاية ربع ساعة. فعى ستة ونوش راح نكون ملتقين كلنا ببيروت سوكس على الساحة فوق. والكوريغرافية لح تصير كلكم بمحل واحد أو راح تصير مثل؟ لح نكون كلنا بمطرح واحد كرميلتا هيك تكون أكثر. تعملوا امباكت. شكرا لك كاميرا موفا. شكرا لك جونالين. شكرا لك. ورح ناخد بريك مثل العالم بعدها لح تلاقينا ستيفاني. شكرا لك.